مرحبا تكمل الموضوع الضغط النفسي وموضوع السيروتونين بالجسم اللي هو متكون من حمض أميني تريبتوفان هل فينا نزيده للسيروتونين عن طريق الأكل وزيادة المصادر للتريبتوفان أول شيء التريبتوفان كامين واسد موجود بأغلب البروتينات اللي هي أساساً لواجن، بيض، سمك، حتى الحليب والأجبان وكماً من الأشياء اللي بتساعد على تكوين السيروتونين النشويات، النشويات مش بروتين بس يبدو أنه لتكوين السيروتونين ومتصاصل التريبتوفان وغيره محتاج لطاقة كالوري زيادة يعني كأنه بمعنى آخر أنه لتكون مبسوط أكثر لازم تأكل أحسن لازم تأكل أكثر يا أما الواحد كن مبسوط بيأكل أكثر فبينصح أما الواحد لما يأكل أكثر بيصير مقصود ما بعرف بس إذا جبنا التريبتوفان أكثر هل أكيد أنه راح يزيد السيروتونين وجوده يعني ما راح يكون فيه نقص بالتريبتوفان إذا فيه مصادر أكل مثل النوعة إلا إذا كان فيه متنع عن الأكل تماما اللي ممكن يسبب أحيانا الاكتئاب أو الضغط أو التوتر بس وجود الأكل نفسه بيضمن تكمين سيروتونين كافي الجواب الأساسي هو لها لأنه كمية السيروتونين اللي بيتكونها الجهاز العصبي معتمدة على نشاط الجهاز العصبي والوظيفة طبعه والتنبيهات طبعه اللي هي بشكل أساسي معتمدة على المزاج العام اللي ممكن تأثر بالمحيط والعوامل النفسية بشكل أساسي نحن الواحد يهتم بأكله بس أنه يعتقد أنه هو السبب اللي بيحل الموضوع بشكل هذا الموضوع شكرا